ازاي واحد يتضح له الهدى ويرى الهدى ثم يعرض انت ممكن تستغرب يعني ممكن فلان يضل تقول ايه اصلا اكيد مش عارف فلان تاني اصلا اكيد مش ياخد بالو لكن هناك اناس قد يرون الحق ويتبين لهم الحق ثم يعرضون عنه والعيد بالله ده بيحصل ازاي الشيطان سول لهم سول ده قصة طويلة ومعنى ببثوث في القرآن جيف مواطن مع كلام سيدنا يعقوب مع ولادي في سورة يوسف ومع السامري في حديثي عن نفسي كذلك سولت لنفسي وهنا افتدت مواطن في القرآن سول تأتي بمعنى الاسترخاء ان الانسان يكون بيتعامل بحزم ازاي بقول لك كلمة العزم وبعدين يبدأ يتعامل بنوع من اشطان يقول له مش مهم دي بس انا عارف ان الصلاة في المسجد مش مهم بس انا عارف ان الصلاة مهمة مش مهم من الصلاة يبدأ يتعامل مع الامور اللي كان بياخدها بحزم وعزم اتعامل مع منوع من الاسترخاء فيترك شيئا فشيئا فشيئا حتى يسيطر عليه الشيطان ويجاعدين عايز يرجع واملى له واش تقول له لسه بدري سواء املى لهم سواء ان الله سبحانه وتعالى املى لهم العمر واطر لهم العمر وهم في غفلة او ان الشيطان اغراهم وقال لهم لسه قدامك طويل انت ممكن بكرة تو لسه في مرحلة الشباب انت لسه في سنوعة عاملة تخش الجامعة طب انا بيت في جامعة لانت مرحلة الجامعة لما تتخرج طب انا خلص تخرج طب لما تشتغل طب لما تتجاوز طب لما تخلف الى ان يموت